شوف ترى انا عندي اشتباه كورونا مو كورونا عندي اشتباه كورونا دوبني سويت المسح احتياطا البس كمامة وانت تشوه الفيديو هذا جن اذا جاك كورونا بعدين لا تحطه في ظهري ما لي شغل انا حذرتك اي البس كمامة عقمي الدينك اشرب موه كثير سوي اي شي صحي اهم شي خليك صحي يالا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية مراجعة اليوم رح تكون مراجعة سريع الفيلم كونغ ضد غودزلا وغودزلا ضد كونغ اللي نزل من فترة بسيطة في السينما وقبل يمكن يوم او يومين نزل كنسخة رقمية وبعد كذا بعد المراجعة يعني رح نقرأ كم تعليق من تعليقاتكم اللي رسلتوا ليها على انستجرام بخصوص رأيكم ومراجعتكم السريعة للفيلم فعلى السريع اشترك في القناة لو ما كنت مشترك واضغط على زر الاعجاب لو اعجبك الفيديو ولو ما اعجبك اضغط ديس لايك بس الافضل انك تضغط لايك وخلينا نبدأ طيب شوف هو في افلام تنتظرها لانك تكون متحمس لقصتها او لفكرتها اما لانها لمخرج انت تحب اعماله او لانه فكرتها مميزة وغريبة او لانه قصتها ممكن تكون مثيرة للاهتمام فيلم كونغ ضد غودزلا او غودزلا ضد كونغ ما كنت منتظره علشان قصته ولا علشان فكرته المميزة كنت منتظره علشان اشوف المعركة الملحمية بين الوحشين العمالقة هذولي غودزلا و كونغ بمعنى اذا تبغى تتابع الفيلم لا تتوقع اكثر من اكشن ومؤثرات بصرية لازم تغضى الطرف عن القصة وعن التمثيل وعن الشخصيات لانه كلها اشياء جانبية وما تم الاعتناء فيها بالشكل المطلوب واللي رفع من عدد مشاهدات الفيلم يعني اتوقع بسبب انه تم تصنيفه لمنهم فوق 13 سنة الفيلم نظيف صراحة من الاخر يعني نظيف من ناحية الامور ذي الجنسية والاشياء ذي ما في اي حاجة خلاصة الكلام انك تقدر تشوفه مع اهلك او عيالك او اخوانك طالما انهم فوق 13 سنة حلو الكلام حلو الكلام الفيلم جاء مكمل لاحداث الافلام اللي قبله او مرتبط فيها بشكل مباشر وعلشان تفهم الفيلم بشكل كامل مهم انك تتابع فيلم غودزلا اللي نزل سنة 2014 وكمان تتابع فيلم كونغ سكول ايلاند اللي نزل سنة 2017 وبعدها تتابع فيلم غودزلا كينغ اوف دا مونسترز اللي نزل سنة 2019 وبعد كده تتابع الفيلم الجديد غودزلا ضد كونغ اللي نزل هذه السنة 2021 ماهو ضروري مية في المية انك تشوف ذيك الافلام ولكن على اقل تاخذ فكرة كده من كل فيلم بعدين تتابع هذا الفيلم لانه القصة صراحة قلت لكم اكشن بس اوكي بكل الاحوال الفيلم مثل ما كنت متوقعه فمن ناحية القصة ما في شي مميز كثير كلها نظريات وفرضيات موجودة ومطروحة من زمان سواء الارض المجوفة او عالم باطن الارض او الوحوش او نظرية المؤامرة والعوالم الخفية بلا 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 بس طرحهم لجزئية الارض المجوفة للامانة كانت ذي الحاجة يعني حاجة مميزة ومثيرة للاهتمام فعلا ومن ناحية الصراع فهو كالمعتاد شرير يحاول يدمر العالم سواء بالقصد او بالخطأ وفي المقابل في ناس اخيار يحاول يوقفونه عند حده احداث الفيلم للامانة مو كلها ولكن معظمها قابلة للتوقع بنسبة كبيرة فضلا عن ان مدة الفيلم يعني طويلة مقارنة بالحدث المهم انا هو الفيلم ساعتين بس ليش حسيت انه ثلاث ساعات او ثلاث ساعات ونص مدري ممل رح تواجه صعوبة في مشاهدة الفيلم للامانة بشكل مستمر اذا انت تتابع من البيت ممكن يجيك نوم فعلا ماذا تابعته في السينما ما بقول الا يا خسارة تتذاكر بس والله مزح تبغى تتابعه سينما تبغى تتابعه في الحارة اللي يعجبك يا حبيبي برضو القصة ما فيها اي تعقيد عقلك رح يصاب بالخمول يعني كذا عقلك ما رح يشتغل نهائيا وانت تتابع الفيلم القصة واضحة وضوح الشمس ما تسمح لك تفكر ايش هذا او ايش هذا كل شي تقريبا واضح كل شي منسهلينه ما في اي تعقيد في الفيلم غير انه مثل ما قلت لكم الاحداث معظمها قابلة للتنبؤ بالذات في حدث معين من يوم شفته عرفت كيف رح ينتهي الفيلم المشاهد القتالية واللي هي اهم شي في الفيلم ما تشكل الا جزء بسيط من مدة الفيلم الطويلة فضلا عن الكوميديا السخيفة والمبتذلة والنكت القديمة والمستهلكة وبعض الشخصيات اللي جدا جدا بايخة مثل شخصية ميلي والنيرد اللي معاها وجودهم والعدم واحدها فيهين ما اضافوا للقصة اي شي شخصية البنت الدكية والولد الاهبل هذي مرة مستهلكة وخلاص طفشنا منها وللامانة يعني وجهة نظر شخصية ميلي اصلا يعني انا شوف ان تمثيلها مرة ضعيف ومبتدئة وما زال قدامها الكثير تعلموا في مجال التمثيل اذا هي حابة تطور من نفسها ولا راح تظل سلعة للتسويق الاكثر جوليان الولد اللي كان معها كممثل كويس وشفته فيه كم فيلم الولد يعرف يمثل باينو الممثل كويس بس دوره في الفيلم هنا كلام فاضي صراحة بريان اذا نجال صنطق اسمه صح يعني ها دوره كان حلو بس فجأة صار اهبل يعني تحسوا كده مكتوب بشكل فوضوي شخصية تدي مكتوبة كده بشكل فوضوي اعطاني شعوره الشخص الموسوس واللي يؤمن بنظريات المؤامرة وكل شي كان تمام في البداية بس بعدين صار كأنه شخص ثاني وصار كده سخيف ويستهبل ويبرر في اشياء ما خربوه خربوه ايزا قونزالز برضو جايبينها تسويق لا اكثر دورها خاوي ولا منه اي فائدة ومكتوب بطريقة تافهة جدا لو جبنا اضعف بني ادم في الكتابة في العالم راح يكتب قصتها افضل من كذا او راح يكتب شخصيتها بشكل افضل من كذا ريبكا والكساندر للامانة كويسين واقنعوني باداهم في بعض جوانب القصة مش كلها بس برضو في ملاحظات كثيرة على تمثيلهم وردود افعالهم اللي مرتها فيها مقارنة في الموقف الضخم اللي يكونوا فيه اما بالنسبة الافضل شخصية عندي في الفيلم فهي شخصية جيا اتوقع اسمها جيا او الطفلة الصغيرة اللي قدمت دورها كايلي هوتل اللي بالرغم من انها ما فتحت فمها بكلمة ولا سمعت لها اي صوت طول الفيلم الا انها قدرت بتعبير وجهها وتقمصها الجميل للدور انها تخليني فعلا انسجم معها وكسبتني طول الفيلم لما يجي مشهد لها اركز لانها فعلا تعطيني شعور اني قاعد اتابع الفيلم ولكن علشان ما نظلم الفيلم يعني ونكون ناس انهزامين وسلبين وكذا بس ندور النقاط السوداء اه خلوني اكون صادق معاكم وعطي الفيلم حقه في بعض الجزئيات من ناحية المؤثرات البصرية جدا 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 ابداع حتى في ادقة تفاصيل تصميم ورسم الوحوش غودزيلا وكونغ وبقية الاشياء في الفيلم من ناحية المؤثرات البصرية مرة مرة رهيبة واستمتعت فيها ويمكن هي الحسنة الوحيدة والكبيرة في هذا الفيلم شوف تفاصيل كثيرة اعتنوا فيها في تصميم الوحوش هذا الشيء انا مرة يهمني لما تشوف كونغ يتحرك لما تتساقط عليها الثلوج لما يجري لما يقفز هذا الاشياء اعتنوا فيها مرة وهذا الشيء ترى مو بكيفهم يعني من فوق خشمهم يعني تحسبوهم متجملين فيكم ترى الفيلم كله معتمد على هذا الشيء فاذا ما صرفت لي ميزانيتك كلها في تصميم الوحوش فيلمك بيصير بيط اتخيل فيلم لا قصة ولا مؤثرات بصرية ويش بيصير وبرضه عشان ننصف الفيلم كمان المشاهد القتالية بالرغم من اني ما اكتفيت منها يعني كنت احس اني ابغى اكثر من كذا الا انها كانت مرة ممتازة واعجبتني جرأة الكاتب في المشاهد القتالية ما في لعب اكشن اكشن تكسير مباني تتدمر نطحات سحاب تطيح حاجة مرة رهيبة من ناحية المشاهد القتالية حتى المؤثرات الصوتية والميوزيك واصوات الوحوش بشكل عام كانت مرة جميلة ومثل ما قلت لكم الفيلم تشوفونه علشان الاكشن والمؤثرات البصرية اللي فيه لا اكثر هذا رأيي ومراجعتي السريعة وتقييم العام للفيلم ستة من عشرة الفيلم تجربة حلوة للناس اللي تحب الاكشن وافلام الوحوش سواء انت بتشوفه في السينما او في البيت اللي يعجبك اما الان خلونا نخش على مراجعاتكم الجميلة ونقرأ كم واحد منها على السريع طيب التعليق لو اما نعرف ليش ما في ولا واحد كاتب اسمه قليلين اللي كاتبين اسمهم بعد مراجعاتهم يا جماعة اكتب وساميكم استفيدوا استفيدوا من الفيديو هذا عادي حط حسابك خلي الناس تروح وتسالف معاك ضاربوا معاك على وجهة نظرك طيب التعليق الاول يقول فيلم ممتاز لو انت حاب تروح السينما وترفيه عن نفسك في الاخر هو في الاخر هو فيلم في الاخر هو فيلم تجاري بس يستاهل الصراحة استمتعت فيه هذا قاعد يطعن ويبوس التعليق الذان يقول اول شي لا تتوقع فيه قصة ولا القصة اللي حطوها انت تحط احسن منها والربط اللي بين غودزيلا وكونغ وكيف يتقابلوا سيء يا رجل والكوميديا الموجودة ما عجبتني لكن يمكن تعجب البعض ما رح تعجب البعض انا متكد كوميديا تافا ممكن الاشياء الاجابية مشاهدة القتالات والغرافيكس خرافي ياب هو ذا اللي انا قلته من اول اللي بعد يقول الصراحة البداية حلوة لكن الباقي كان متوقع جدا بالضبط كده تحس في مرحلة من الفيلم انك بيصير كده ولا صار اللي بعد يقول فيلم تجاري بحت وميلي بوبي براون كانت فقط دعاية لا عليك انت تفكر انا وانت فيه تخاطر ترى بيننا ولا وجوده وعدمه ولا وجوده وعدمه واحد جوادوف اسمك جوادوف وقلب بنفسك فيلم جميل ولكن في بعض العيوب اول عب وهو القصة كلام كبير القصة فيها فجوات كثيرة وتمثيل بعض الممثلين لك عليه شوية ولكن المؤثرات البصرية عشر من عشر اتفق معك المؤثرات البصرية ابداع بشكل عام فيلم ترفيه بحت وينفع للمشاهدة العائلية وتقضية الوقت اللي بعد يقول فيلم ممتع بعيدا عن الحبكة هو في حبكة اصلا تغيير جو خاصة اني متابعة الفترة الاخيرة نسخت زيك فاعطيه سبعة من عشرة خليها ستة ستة طيبة ستة طيبة فيلم حلو استمتعت فيه والقتال جدا رهيب من فين جبت جدا انا والقتال شيء رهيب والقصة لك عليها لكن الفيلم يستحق المشاهدة سبعة فاصلة ثمانية من عشرة خف علينا يا محنك خف علينا يا موقع ايم دي بي سبعة فاصلة ثمانية ليه هو يا سبعة يا سبعة ونص يا ثمانية الارقام اللي في النص هذي انا وانت من طلعها لانه ارقام كمبيوتر سيب ام السباح له له حركات المحنكين هذي امزح معك قيم اللي يعجبه اللي بعد يقول فيلم ممتع قصته بسيطة القتالات كانت رائعة والسي جي آي كان جميل بس واجد نفخوها على الاساس بينزل فيلم رهيب وقوي لكن الناس طلع متوسط لكنه طلع متوسط اتوقع تقييم له ستة فاصلة خمسة من عشرة ميك سنس اللي بعد يقول فيلم ممتاز ويستحق المتابعة استمتعت فيه كثير قاعدة منتج حق المراجعة الحين للي ما شاف الفيلم لازم يشوفه سبعة ونص من عشرة ناصر العوني طبعا ناصر العوني جالس يستفيد من الفيديو هذا زي ما قلت لكم وقاعد يسوق لقناته شوفوا قناة ناصر العوني يا جماعة اللي بعد يقول بالنسبة لي من افضل افلام الوحوش قصة بسيطة لكن ممتعة حقيقة بغض النظر عن سلبيات الممثلين اللي كان وجودهم كنبارس الله عليك يليتك كاتب اسمك كان خشد سويتلك فولو اللي حب قتالات الوحوش راح يعجبوا الفيلم اعطيه سبعة من عشرة خليها ستة ونص علشان اللي بعد يقول الصراحة الفيلم حلو خصوصا انه فيه مليبو اقدر اخمن عمرك امزح امزح ما لكن في جحفلة شوي وان الجحفلة في الممور اللي بعد يقول بحكم اني من محبي الخيال والمخلوقات الاستورية الفيلم خلص وما حسيت بالوقت مرة في نقاط بالفيلم ودي اذكرها لكن ما بيحرق على الجماعة وتقييمي للفيلم خمسة من عشرة انت انت مرة جريء انا احترم جرأتك خمسة من عشرة تقولها كذا وكاتب اسمك كمان انت بطل ها تعلموا تعلموا الجرأة من ساعة تعلموا اللي بعد يقول فيلم جميل لكن أحس الفيلم يقدر يعطي أكثر باختصار أحس الفيلم ناقص ويقدر يقدم دقائق أكثر من مدة الفيلم هو إذا يا أني فاهمك يا أنه المرض مؤثر علي في استيعاب الكلام بس أتوقع أنه قصدك أنه في أجزاء من الفيلم أو في أوقات فارغة وخاوية كان بإمكانهم يوظفوها في تحسين الفيلم توقع كذا لأنه الفيلم ما يحتاج يكون أطول من كذا صدقا اللي بعد يقول يمكن القول أن الفيلم ممتع للأطفال والجميل أنه ما في مشاهد إباحية فعلا بوسة واحدة ما فيه ولكن من ناحية القصة أنا كمراجع وليس ناقد العيب هذا شاف الفيديو حق المراجع والناقد لاحظت أنه مو حلو للأشخاص اللي يحبوا يكون فيه رسالة في الفيلم لأن الفيلم ما فيه ولا رسالة تحيئ لك من الجزائر حبايب نهل الجزائر اللي بعد يقول فيلم عادي ولا يوجد به أي شيء مخل للأداب فينفع المشاهدة مع الأهل سي جي آي جميل القصة عادية المشاهدة القتالية جميلة تمنيت وحوش أكثر تطلع وبس بالمختصر اللي بعد يقول فيلم ممتع خصوصا في السينما ادخلوه علشان تشوفها ما لقيت ضربون لا تصير محنك وتقول القصة مبعميقة ومدريش أتفق أتفق اللي بعد يقول فيلم جودزيلا ممتع الصراحة ومناسب للعائلة أتوقع هو ثاني أحلى فيلم بعالم الوحوش السينمائي ومو ضروري تتابعوا العالم كله علشان تفهم كل شيء مثل عالم مارفل واتمنى مشاهدة ممتعة التعليق هذا مرة مهم يا جماعة لأنه يقول لكم ولازم تتابع الأفلام القديمة خشوا عليه على طول أنا أقول نفس الشيء بس تحتاج تفهم رؤوس أقلام من الأفلام القديمة مش تتابعة كلها وبس والله هذا أكبر عدد قدرت تأخذ منك تعليقات ما ودي الفيديو يطول أكثر ولكن شكرا لكم على مشاركتكم الجميلة واكتبوا لي برضو في التعليقات تحت الفيديو هذا إشرايكم بالفيلم وتقييمكم السريع له ويب لا تنسوا تتابعوني في سناب شات راح ترككم حسابي هنا وتعالوا تتابعوني حساباتي في السوشيال ميديا كلها وجيه أوتو ولا تنسى الاشتراك في القناة لو ما كنتم اشترك وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلك فيديوهاتي أول بأول توصلك فيديوهاتي أول بأول مريض مريض مريضي جماعة مش شوها كم معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم شوي لايك